اشتركوا في القناة عادت لعزيز العراف بعشر ضربات فوق المعدل متبوعا بمحمد مجيد بن جلون بأحد عشر ضربة فوق ثم كريم الجفالي ثالثان أما في فئة السوبر سينيوغ فالكلمة الحسم كانت لجيل ريسيزاك أولا نشكر الجميع الملكية للغولف التي تهتم بها الفئة العمرية وكتنظم هذه الدوريات التي تنظم بطريقة ممتازة وكنشكروه باهيا غولف ريزورت هنا في بوزنيقة وأنا فرحان أنني تمكنت أنني نكسب هذه الدوري الثالث لمعمول هذه الفئة دي السينيور وكنتمنى إن شاء الله في الكمبيتسيون أنني نعمل نفس الريزولتان نعمل نشكر جميل للغولف ؛ . لذا أجدنا أن نعرف ، نحصل على رقتي ونحصل على رقاءات العامة في الأخطار لأميانك في الجمهور. ولكن أتمنى السنة لقد جاءتنا للعامة والسلسان من البحية والاسم الأعادي المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة من دور فيدرالسينيور توغ عرفت مشاركة قوية كما وكيفا مسابقة تحرص الجامعة الوصية على تنظيمها كل سنة تشجيعا لهذه الفئة العمرية على ممارسة لعبة الغولف الفيدراثون تدير المجهود ديال الكبير باش تشجعها وخال المستوى ديال ناس بنسبال السينيور وسيبر سينيور وطالما تشجعون باش يبقوا ويهتموا بهذه الرياضة وكانت المشاركة جيد مهمة بزاف حيث وصلنا لعدد ديال 71 لاعبوا لاعبة وكانت اللعب ديال الأوروبا مع أمريكان وزيما ما كناش تنتظروا هاد اللاعبين زما يتقدموا في هذه المباراة وحمد لله دازت الصيمانة دازت مزيان أو كالجوتة وكان مزيان وكانت نتيجة اللاعبين تيجد في المستوى بنسبال الناس اللي في السين ديالهم تجاهز بين خمسين تالفوق وتشوف بناتهم ما تهتموا بهذه الرياضة بزاف بعد بوزنقة قافلة فيديغال سينيور توغ ستحط الرحلة بطنجة في آخر مرحلة من الدوري بين الرابع والخامس من نوانبير المقبل اشتركوا في القناة